وتعالوا أول سؤال وصلنا قبل في أثناء الفاصل وصلنا سؤال من أم بتسأل ويا يعني حريصة جدا جدا بتقول إن ابنها رأى فيديوهات سيئة فيديوهات فيها مشاهد مش جيدة يعني وسيئة وهو عنده 12 سنة ورح قال لها وهو مش عارف يعمل إيه السؤال ده في غاية الأهمية وأنا نعيدكم إن شاء الله إن احنا بعد رمضان هيكون عندنا كثافة في الكلام عن الجانب التربوي خاصة في جانب الأطفال هنكمل يلا نبني وهنتكلم بشكل كبير على ده بس خلينا نقول في الظرف ده بالذات لازم تعمل أربع حاجات أول حاجة تشكر ابنها شكر كبير جدا جدا على إنه قال كده وما تخلوش يشعر بأي نوع من أنواع الخزي إنه وجيئا لها الأمر الثاني إن هي عايزة لازم تقول له إن الحاجات دي حاجات موجودة في الحياة ولكن الحاجات دي مش موجودة في الحياة بهذه الطريقة الحاجات دي موجودة في الحياة ولكن مش موجودة في الحياة بهذه الطريقة فلازم نقول شوية حقائق للأولاد أول حاجة أن هي لازم تتعامل معها بنوع من أنواع احترام صراحته دي وصدقه وتفهموا أنه ما يخافش دي مسألة بس الحاجة التانية أن الحاجات دي موجودة في الحياة ولكن مش بهذه الطريقة الناس دولة بيعملوا أشياء ما هيش مناسبة ومش مناسبة أن الحاجات دي تكون في العلن الأمر التاني أن الحاجات دي بتحصل ما بين في إطار العلاقة الزوجية الإطار العلاقة الزوجية مش خارج إطار العلاقة الزوجية تقوله كده أو تقوله كده ودي حاجة مش وحشة ومش قذرة عشان هو ما يحسش أنه شاف حاجة قذرة لا تقوله الحاجات دي بتحصل أو بتحصل ما بين الزوجين وبتحصل ولكن اللي يجب أن يكون ده في ستر وفي نوع من أنواع الاحترام والناس لما تعرض الكلام ده ده نوع من عدم احترام الناس وإيه ده ممكن الإنسان يبقى كده إحنا أنت ممكن تنزل من فتفهمه إن ده مخالف للطبيعة الإنسانية والفطرة الإنسانية وآخر حاجة تقوله إن إحنا نقعد ولو عندك أي أسئلة حوالين هذا الأمر لو سمحت تسألني وأنا أحاول أجاوبك وإذا ما كنتش عارف أجيب حد يجاوبك على ده لأنه هو جيه وما سألهاش أي سؤال هو جيه وعمل إيه كل اللي عمله إنه هو أخبرها إنه هو شاف ده ده يكفي في الحالة دي فيه كلام تاني لو إنه هو جيه بقى بعد ما شاف ده سألها أسئلة تانية ده هيبقى ليه كلام تاني بس الكلام اللي أنا قلته والأربع حاجات اللي أنا قلتها دي كافية في الوضع اللي إحنا فيه ده الكلام أول حاجة شكرا تاني حاجة الكلام ده موجود تالت حاجة ده موجود بس ده اللي بيحصل ده فيه كتير من الأشياء اللي فيها مغلطات الكلام ده بيحصل في العلاقة الزوجية لو عندك أي أسئلة تعالى وما تترددش تعالى سألني لو أنا عارفها جاوبك لو مش عارفها تبقى تقول لي أنا أكيدا ما تطمنتش عليه لا أكيدا تطمني عليه وهو مش معنى أن تطمني عليه أن أنت عايزة تشيل المشهد ده وترجعيه إلى ما قبل المشهد لا هو شاف المشهد خلاص بس هو لازم يحط الحاجات في النصابها وبشكل صحيح نعم